ملامح التوتري تخيم على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية فعقود من العلاقة غير القابلة للكسر بين الحلفتين واشنطن وتلبيب أصبحت تتكسر شيئا فشيئا بعد أن طفت على السطح وللمرة الأولى خلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإن كانت علاقتهما بالأساس لم تكن طيبة بايدن الذي يأمل أن يتراجع نتنياهو عن إصلاحاته المثيرة للجدل نفى الاتهامات الإسرائيلية لواشنطن بالوقوف وراء الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل ودعمها مؤكدا أن الجميع يعرف موقف إدارته وموقف الولايات المتحدة عامة وقال إن شأنه شأن العديد من الداعمين بشدة لإسرائيل التراشق الإعلامي بلغ ذروته في الصحف والمواقع المهمة بين البلدين اتصدرت عنوين تظهر عمق الفجوة في علاقة الرجلين الانزعاج الأمريكي أيضا لم يعد خفيا على أحد حيث أن بايدن لم يرغب في لقاء نتنياهو قريبا أو دعوته إلى واشنطن فيما وصل الأمر ببايدن إلى أن أبلغ رسائله لنتنياهو عبر السفير الأمريكي في التل أبيب الخلاف مع واشنطن برز خصوصا بعد تصريحات نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بن غفير ردا على مطالبة بايدن بوقف التعديلات وبالرغم من أن نتنياهو علق إقرار قوانين إصلاح القضاء التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا حتى دورة الكنسة الصيفية بهدف فسح المجال أمام حوار مع المعارضة لكنه على ما يبدو لن يتنازل عنها للخروج من المأزق السياسي الداخلي بموقف أقوى تعنت نتنياهو بسياساته حمله حتى الآن الكثير من التبعات أولها تشرضم صميم الاتلاف الحاكم وثانيها تفتت المجتمع الإسرائيلي الذي بات ينزل إلى الشوارع بعشرات الآلاف يوميا وينفذ إضرابات واسعة ولا يزال يصر على مواصلتها حتى إسقاط نتنياهو أو تراجعه نهائيا وليس ضمنيا عن خططه الإصلاحية علي الموسوي تيرة عربي